النشر الرئيسي من الفضائية التجادية أهلا وسهلا بكم استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنون وزير الدفاع الفرنسي تركز اللقاء حول تعزيز التعاون القائم بين شات وفرنسا في المجال الأمني الحبيب حامد تتزامن زيارة وزير الدفاع الفرنسي سيد جون إيف لودريان للبلاد في وقت تنتهي في فترة مهامه كوزير للدفاع الفرنسي في شهر مايو القادم وأتعتبر هذه المقابلة مكملة لزيارات الوديل الفرنسي المتعددة للبلاد في وقت لعبت فيه شات دورا مهما في المجالات الأمنية جانب الجمهورية الفرنسية في حربها ضد الإرهاب في القارة الأفريقية بوجه عام وجمعات بوكو حرام الإرهابية بوجه خاص اللقاء استمر زهاء الساعة تقريبا أخذ جوانب أخرى وهي الآفاق المستقبلية للتعاون المشترك بين باريس وأن جمينا في الكفاح المستمر ضد الإرهاب وأفخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبيد نو بقيادته الحكيمة وقف مع الجمهورية الفرنسية جنبا إلى جنب في حربها للجريمة المنظمة وجمعات بوكو الحرام المتطرفة بطئا بجمهورية مالي وخاصة شمالها وكذلك نزع فتيل الأزمة في جمهورية أفريقيا الأسطى والنيجر وأنجيريا والكاميرون وأخيرا لحوال متردية في دولة ليبيا وأكد الوزير الفرنسي عقب خروجه من المقابلة استمرارية هذا التعاون حتى بعد خروجه من الوزارة مثمنا دور فخام الرئيس الجمهورية إدريس ديبيد نو الرامي إلى إحلال السلام في القارة الأفريقية السمراء وقال إننا والرئيس إدريس ديبيد نو تربطنا علاقات متينة وعملنا معا خلال خمس سنوات مضت في الكثير من الملفات الأمنية وجمهورية تشارت تلعب دورا محوريا وتعتبر شريكا قويا لجمهورية الفرنسية في حربها ضد الإرهاب ليس في القارة الأفريقية فحسب بل حتى داخل فرنسا وأنا أحتفظ بهذه البادرة كما نقشنا مع الرئيس إدريس ديبيد نو مسألة استمرارية القوات المتعددة الجنسيات والقوات الفرنسية التي تكافح ضد الإرهاب سواء في الشاحل الأفريقي أو شمال مالي أو في الليبيا والجمهورية الفرنسية تقدم دعمها لشات في مختلف المجالة هذا وحضر اللقاء الوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلب بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الجنرال بشار عيسى جاد الله وعدد من مستشاري فخام الرئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني